موسيقى نقدر نقول ان 2023 هو عام الحصاد في مصر بالنسبة للقطاع الصحي حيث خادت مصر الحقيقة رحلة طويلة جدا في هذا القطاع من 2014 ونجحت مصر في معركتها ضد فيروس سي كلنا فاكرين تماما قد ايه كانت المعركة بعدها كانت الاعلى طبعا المعركة دي الاعلى في العالم وصولا لخلو مصر من فيروس سي واعلنت منظمة الصحة العالمية حصول مصر على المستوى الذهبي وده طبعا يعني كان حاجة رائعة جدا والانتصار على فيروس سي وهو طبعا وعلى الالتهاب الكبد الوبائي وتأكل وطبعا ده اكد لنا كمان بعدها الحملات اللي بدأت مصر تشتغل عليها خاصة 100 مليون صحة قد ايه استفادت الناس من 100 مليون صحة الكشف المبكر واكتشاف فيروس سي والامرات كمان المختلفة وتوسعت كمان في مراحل زي مرحلة اكتشاف المبكر للأورا وفقدان السمع عند الأطفال وغيرها من الأشياء اللي ساعدت كمان على خل وعي صحي كبير جدا في المجتمع المصري كان التحدي الحقيقة أكتر في أزمة كورونا واللي استطاع القطاع الصحي في مصري إنه يواجهه كلنا كنا متابعين ده والحمد الله عدنا به بمستوى كبير جدا من تصنيع اللقاحات زي ما شفناها وتابعناها مشاريع ضخمة كبيرة وجود الحقيقة ومجهود كبير كان واضح جدا في كل ما انت عامل في قطاع الصحة في مصر خلينا نرصد مع حضراتكم هنا في استوديو التاسعة أهم المشاريع القومية في قطاع الصحة اللي حطم منكم انتم على صحتكم ضيفي هو دكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية دكتور أنور مساء الخير مساء الخير يا فان الحقيقة أنا بعتبر أنه حصاد مهم جدا الحصاد الصحي في مصر أنا بشخ حريك جدا على الدعوة الجميلة وحبينا أن نوضح المجهودات اللي عملتها الدولة المصرية وخاصتها من 2014 في ملف تطوير المنشآت الصحية ويجب من 2014 حتى الآن بالأرقام احنا عملنا ما يقرب من 1135 مشروع في السبع وعشرين محافظة بإجمال استثمارات مباشرة لما يتعلق ببند واحدة ما كان فيه الانشآت حوالي 100 مليار جنيه يعني الدولة المصرية تم استثمار 100 مليار جنيه بشكل مباشر في ضخة لمنشآت صحية بكأن محرك منشآت صحية من أول المركز ووحدة طب الأسرة الموجود في القرية البسيطة إلى المستشفيات العامة أو المشفاة المركزية إلى المشفاة التخصية إلى المجمعات الطبية والمدن الطبية فقدرنا من 2014 حتى الآن نعمل وننتهي من حوالي 1135 مشروع بإجمال استثمارات 100 مليار جنيه وكانت الخريطة الصحية بنسبانا وتوجيهات ساترائيس ما نتكلمش على محافظة بعين إحنا لازم يكون شغالين في السبع وعشرين محافظة ويمكن الميزة في وزارة الصحة أن العامل فيها تراكمي يعني هو حاجات بتكمل على حاجات عشان كده النهاردة مفيش محافظة في مصر من السبع وعشرين محافظة مفيهاش بس مصحية جديدة مفيهاش منسآت صحية جديدة مفيهاش وحدات صحية جديدة مفيهاش مستشفيات عامة جديدة لزي ما حرك عارفة القطاع الطبي هو جزء منه هو المنشآت اللي بتبني فيها تقديم الخدمة بالإضافة إلى المسلزمات والأدوية إلى الكوادر الطبية إلى المنظومة الكبيرة الخاصة بحلم المصريين في منظومة التأمين الصحي الشام اللي بدأ يخش فيه بعض المحافظات التدريجين في الستة الأولين والمراحل تبعا فالحمد الله احنا من 2014 حتى الآن عندنا توجهات قوية جدا وعندنا دعم قوي جدا فيما نطلق عليه المشروعات القومية الخاصة بوزارة الصحة تحب نستعرض مع بعض كده كمان مشاهدين يشوفوا أهم المشروعات الخاصة بوزارة الصحة نتابع مع بعض نشوف أهم المشروعات دي المشروعات القومية وزارة الصحة وطبعا إحنا الآن في شهر ديسمبر 2023 هنبدأ أول حاجة المشروعات القومية وزارة الصحة الفترة من يونيو 20 إلى 23 فنبدأ نتكلم فيها إحنا حبينا الفترة اللي فاتت نشتغل على ما نطلق عليه النمازج النماطية طب إيه موضوع النمازج النماطية دي ببساطة شدة جدا لما بنخش محافظة جديدة من محافظات المؤهلة للتأمين الصحي أو المرشحة للتأمين الصحي بنلاقي إن إحنا عندنا كتلة سكانية تكافئ عدد أسر لقينا إن فيه وقت كتير جدا بيضيع فيه وقت من التصميمات ومشابه فقلنا نعمل نمازج نماطية نموذج للمية سرير نموذج 200 سرير نموذج لربعمائة سرير وده اللي ناكي حتفره وزارة خلال السنتين اللي فاتوا وقدرنا نوصل لنمازج اقتصادية نماطية في تصميم المستشفىات نمازج المستشفيات والضبطية 200 سرير تأمينين سرير ده حجم المستشفى الطوارئ طبعا بنستخدمها لما يكون عندنا طرق سريعة فبعدنا مستشفى طوارئ زي ما بسنا عاملين طوارئ لنسخنا عاملين طوارئ في محافظة شمال سيناء في بغداد وفي رمانة ففي بعض الطرق السريعة ما بنعملش مستشفى كبيرة بنعمل مستشفى طوارئ واستقبال عشان لا يقدر الله لو فيه حد من أهلنا في الحاجة سريعة وفيها إسعاف للناس فبقى زي ما حالك شايفة بعدنا نمازج موحدة عشان ما ضيعش وقت الدولة ووقت اللي استثمارات فيه إجراءات ورقية أو مستندات ليه عندي بلوك جاهز هو خاص بالمستشفىات فيه هنا نقطة مقترح استغلال الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة دي نقطة مهمة تمام لأن جزء من تنمية المدن الجديدة زي ما فيه اسكان وزي ما فيه طرق وزي فيه حاجات لديه يكون فيه خدمة طبية عشان كده بنعمل دلوقتي دراسات مع وزارة الإسكان في استغلال الأمثل للأراضي المخصصة للنشاط الطبي طب هي أفضل نموذج اللي يتحط في هذه النماذج وده مكود كبير أوي معمول بيننا وبين وزارة الإسكان وفيه بعض المشروعات كمان هنبص عليها بعد هذه السلايد على المشروعات بقى اللي عملناها في المحافظات هذا الكلام مش مجرد كلام نظري ده تحول كمان لأرض الواقع طيب نشوف أرض الواقع يعني هنا عندنا مشروعات تم إسناء وده برضو في نفس العام نبدأ من فوق يعني زي محرك مثلا محافظة الفيوم شتلاقي فيه محافظة في مصر ما تم اشترح فيها مشروع جديد السنة اللي فاتت وفيه مشروعات تم ترحاها الحمد لله خلال الشهر اللي فات وفيه مشروعات كمان بعد واحد سبعة اللي جاي في السنة المالية جديدة احنا عندنا هنا مثالين فيوم ودميات عندنا أكتر بالمثال يعني في الفيوم عندنا يوسف الصديق دي مستشفى 200 سرير بحوالي 1 و 3 من 10 مليار حتى البحيرة فيها مستشفى عوش عيسى فيه بني سويف فيه مستشفى ناصر فيه دميات مستشفى فراسكور في الملوفية مستشفى أشمون فيه بني سويف مستشفى بيبة فيه الشرقية مستشفى أبو كبير دي مستشفى 180 سرير كمان الستايد اللي بعدها فيه البحيرة فيه أبو حمص وهكذا ففي بقول حرك فيه 15 مشروع حتى شمال سينة حتى الوادي الجديد أنا هنا هسأل سؤال أنا كمواطن يعني أنا لما بشوف ده الفيوم البحيرة بني سويف دميات الملوفية بني سويف وغيرها والشرقية أنا هنا وأنا في المحافظات دي مش محتاجة روح القاهر أو محتاجة روح المنصور أو سكندرية بالضبط الفترة اللي جاية هي الخدمات الصحية وده فكرة تأمين الصحي الشامل تأمين الصحي الشامل بيقوله حرك إيه إن حرك عندك حاجة اسمها وحدة صحية قريبا من مكان سكنك اللي هو القرية اللي هي معظم أهلية موجودين فيها بياخد الخدمة مباشرة 70-80% من اللي هو محتاجه بيوجود موجود في الوحدة الصحية طب الوحدة الصحية لقيت إن المريض أو المواطن محتاج يتحول إلى مستشفى فبيتم يتحول إلى أعرب مستشفى زي اللي هي المستشفى التي تبقى قريبا للنطاق الجغرافي بتاعنا في القصة دي طب هنشوف اللي بعده زي ما حرك ما فيش محافظة في مصر في المنوفية مسلا بنعم ما شوه مهم جدا اسمه أورام منوف زي ما حرك عارف احنا الوزارة ما بنعملش مصرفة عامة بس بنعملت كمان مراكز أورام ومراكز أورام بالنسبان هي مشروعات يعني بالنسبان مميزة جدا ليه؟ أولاً بنبقى خدمة واحدة في المحافظة كلها ما بنعملش أكتر من مركز أورام بيبقى هو واحد مركزي بيبقى فيه عدد أسرق كبيرة جدا بيبقى فيه كمان بيخف الضغط على أهلنا يعني المنوفية ما فيهاش مركز أورام خاص بوزارة الصحة فاللود عليه كبير جدا فأهلنا هناك بيضطر يسافر لطنطة بيصار يسافر للقاهرة لا إحنا النهاردة لو المشروع ده خلص بإذن الله خلال السلاثين الجايين مش هنتطر إن حد يتحمل يعني إذن مشروع الأورام ده قدامه سنتين كل هذه المشروعات قدامنا من 18 إلى 24 شهر بإذن الله لأن في حاجات بدأت وفي حاجات الحمد لله بتشتغل فيها بسي قدامنا زي ما حارك شايفها مش هتلاقي محافظة في مصر لم يتم وضع فيها حجر أساس ده مشروع واثنين وثلاث حتى الده أهلية زي ما حارك شايفها الشرقية تانية الشمال سين عندنا مشروعين البغداد ورمانة اللقصر في القرنة عندنا كمان أبو حمص في البحيرة زي ما حارك شايفها عندنا مشروعات كمان مهمة جدا لو حارك اسمها على المستشفى اسمها أم المصريين أم المصريين دي مستشفى عطيقة وليها تاريخ مهم جدا في مصر بنعملها مشروع كبير جدا اللي رفع القدرة السريرية بتاعتها ورفع كفائتها عشان تقدي ويزبطها بشكل متكامل طيب أنا كمان شايف المبالغ التقديرية دي على أي أساس الخدمة المقدمة على أساس المشروع نفسه ككل يعني لأنها مختلفة من مكان للتين بالضبط لأن تختلف على حسب المكان وعلى حسب المساحة وعلى حسب العدد الأسر ففي بعض المستشفى 200 سرير في بعض المستشفى 300 سرير في بعض المستشفى 100 سرير فقط عشان كده الرقم هيتغير على حسب المكان هي دي تكلفة التكلفة الخاصة بالإنشاءات المبدئية ده برضو هنا احنا بنشوف كده خريطة مصر ولكن خريطة مصر بالخدمات فخرينا نتكلم من الأول دراسة الخطة الاستثمارية عدد المستشفيات والتكلفة يعني لو بصرنا كمان على السلايد اللي بعدها هتبكون أكتر تفصيلاً لأن فيها جزء مهمة أوي زي ما حرش شايفة احنا من النهاردة مخططين لغاية 20-30 احنا هنوصل لفين كل سنة مفروض نترح مشروعات عاملة ازاي لو جبنا بس السلايد اللي بعدها بعليزنا حراك هتلاقي كل سنة مطلوب مننا نعمل ايه لو قلنا النهاردة من النهاردة لغاية المستقبلي أنا محتاج أشتغل في مئة مشروعات حراك دي خطة من النهاردة لغاية 20-30 مختارة في 6 سنوات 6 سنوات القادمة احنا محتاجين نخلص المشروعات اللي معنا ايه وكمان نترح مشروعات عاملة ازاي لو عملنا هذه المشروعات بنتكلم في إجمالي عدد مشروعات وهنا بتكلم عن المشروعات الميجا بروجكت اللي هي المشروعات دي المساشفات الكبيرة أو المجمعات الكبيرة غير المشروعات الصغيرة اللي هي وحدة صحية اللي هي بتخدم الناس اللي فات هنرجع تانية اللي فات تفضل فده اللي احنا بنتكلم عنه الخريطة الصحية المستقبلية الحالية والمستقبلية وزارة الصحة بنتكلم في إجمالي 100 مشروع بنتكلم في تقديري ده اللي احنا بنتكلم عليه خلال 6 سنوات القادمة حوالي 100 مليار جنيه حريك ده ممكن يعمل عدد أسرة 17 ألف سرير إضافي يعني على المنظومة الحالية بنزود 17 ألف سرير تانين والـ 17 ألف سرير دول مطابقين للمعايير مطابقين للجودة مطابقين للكودات الجديدة وما فيش مشروع بيتم تنفيذه في زورة الصحة ومش معتمل ما هي تلك الرقم بتاع 27 محافظة فإذا المشروع على جمهورية مصر العربية بالضبط يعني انت بتغطي الخريطة المصرية كلها بالضبط صحيا بالضبط عشان كلا حركة تلاقي ان انا بشتغل في الصعيد وبشتغل في بحري بشتغل في شمال سينة وبشتغل في البحر الأحمر مفيش محافظة في مصر لا يتم العمل فيه يعني الحرك اللي احنا شغالين فيه دلوقتي انجوينج حاليا وده الحرك شفت بينه أمثلة زي يوسف صديق وزي بيبة وزي الأورنا وبشابة دي حوالي 32 مشروع بحوالي 35 مليار أنا بتكلم على التكلفة الانشائية فقط طبعا لست فيه حوالي تلتة هذه التكلفة بتروح للتجهزات والفرش الطبي وغير الطبي لكن احرك بصي احرك ده هيخش المنظومة اي شلالي السارتين الجايين بنتكلم طب استأذنك هنا على الخريطة الأحمر ده هو انتشار الخدمات الصحية بشكو احرك جدا على الخريطة الصحية في مصر زي محرك شايفة احنا نشوف انه خريطة الصحية موجودة بالضبط انت محرك مفيش محافظة مش موجود فيها بص مصحية جديدة عشان كده حرك سواء المشروعات الحالية او مشروعات المستقبلية انت داخل في الصحرة كمية داخل في كل مكان دي المستشفى الخاصة بي زي بوحرك ما بيش حاجة سبناها للصدفة مش حاجة شفناها لان فيه مستشفى عندنا عدى العمر بزاني بتاعها 50 سنة فالمشاسمة احنا بقى حالتها صعبة جدا لتم استبدالها بلاص ان احنا دلوقتي كل هذه الخدمات يعني 180 جرفة عملية جديدة 830 غسيل كلوي 577 حضانات 1300 رعاية ولو حطرت حركة بسيطة نسبة اثيرة الرعاية لأثيرة الاقامة تقريبا 30 ل40% لان دايما اللود علينا اكتر او الاحتياج اكتر في اثيرة الرعاية المركزة او الحضانات اشان كده احنا معلنيني النسبة بتاعتها زيادة شو كده انا قدر اقول انا في خلال الست سنوات القادمة هتبقى مصر اتنقل اتنقل صحية مختلفة تأمين الصحية هكو نشتغل كل هذه الامكانيات وهتبقى هي دي الخريطة الصحية بالضبط كل نقطة من دول فيها يا مشتسفة جديدة يا واحدة صحية جديدة يا معهد فني صحي جديد يا بنك دم جديد يا مكتب صحة جديد زي ما حرك هي خدمات متكاملة باكت على بعضها وعايز اقول لها حركة حاجة مهمة جدا كل مشروعاتنا الجديدة فيها التحول الرقم يعني مشروعاتنا ما بقيتش هي المنشآت التقليدية العادية كل هذه المشروعات مؤحلة بالضبط يعني كل مستشفة جديدة أو واحدة صحية جديدة أو مكتب صحة أو بنك دم أو معهد فني كلها حاولناها ليه حاجات زكية يبقى فيها الحد الأدنى من مطالبات التحول الرقم من سويتشات من واي فاي بحيث لو أبتدي أخش المنظومة أبتدي أربط على منظومة تدعمل صحي الشامل أربط على المنظومة الخاصة الرقمية ومشابل يعني إحنا كده كمان هنبدأ نحس أنه يعني المحافظات الكبيرة والقاهرة هتكون يعني مفيش فروق ما بين الخدمات المقدمة الحديثة اللي هتبقى موجودة زي ما حرك عارفة الناس كلها معظمة بيحب ييجي القاهرة عشان بيقول أنا عايز أروح معهد ناصر أنا عايز أروح معهد الأوراق بعد شوية هيلاء الخدمة نفسها بنفس الجودة بنفس المعايير موجودة جوة المحافظة بتاعتها في مكان وفي محافظته هيكون معها طبعا الخدمات الطبية المهمة زي العيادات كل حاجة يعني هلازم أكشف عند الدكتور في المحافظة بتاعتي وعمل العملية في المحافظة بتاعتي فإذا اللي هي بنسميها لوجستيات مهمة هتبقى موجودة كل حاجة موجودة بالظفر هنا إيه ده جزء من زي ما حرك اعتمدنا عشر مستشفات نمطية دي هتبقى في المشروعات المستقبلية السلايد اللي بعدها هتبين هي المكان بتاعها فين زي ما حرك خايفة بفيش التركز في حتة معينة فالعشرة دول هتلاقي حركة في الأليوبية في السيوت في القنة في البحيرة أنا عايز أعرف كلمة تكلفات رئاسية واحتياج عاجل مقصود بيها إيه أحيانا طبعا بيبقى فيه يعني اهتمام من القيادة السياسية بالملف الصحة وده الحمد لله أكتر ملف بيتم فيه للإهتمام فبقى فيه توجيهات احنا عايزين نتوسع في الخدمة الصحية عايزين نقدم خدمة صحية بشكل أفضل فده ما عندنا تكلفات رئاسية احتياجاتها عجلة معناها أن المنشآت دي حالتها الإنشائية إلى حد ما محتاجة دعم من الدولة فبيتم التدخل عليها طبعا عندنا مشروع كبير جدا اسمه حياة كريمة حياة كريمة طبعا المشروع ده دعمنا كوزارة صحة بقفزة غير طبيعية في عدد منشآت وحدات صحية وكمان المستشفيات فقدر يدعمنا في حوالي 1100 وحدة ومركز ودي حاجات صغيرة جدا أنك تقدر لها انتشار في 20 محافظة و23 مستشفى بقول حرك عليه ده اللي شغالي عليه برضو كلام ده خلال فيه جزء خلص وفيه جزء يخلص قبل 30 ستة القادم وهنا حياة كريمة لأنه التطوير اللي حصل في الريف المصري حيبقى داخل فيه أيضا المنظومة الصحية بالظاف زي ما دخلنا القرية وترفع كفاءة أو تعمل مركز شباب ومركز تضامن ومركز خنمات هتعمل كمان وحدة صحية جديدة والوحدة الصحية الجديدة مطابقة في التحاول الرقمي مطابقة في الكود مطابقة في المعايير لكل حاجات زي ما عارك شايفة لو هنبتدي فيه البعد 1-7 القادم إن شاء الله في المشروعات القادمة عندنا في كل محافظة برضو حاجة محافظات تانية بقى جيلة حاجة كشفت يوم الأولينين بعد أن نخش في كفر الشيخ بعد أن نخش في المينيا بعد أن نخش في المينيا أبو المطمير البحيرة قوس قنى الفتح أسيو زي ما عارك شايفة لا إحنا ما بين كده بنركز في الحتة اللي فيها خدمة صحية محتاجين ندعم فيها أهلنا في الصعيد هل تمان التعد يعني التعداد السكاني الكتير اللي محتاج خدمات أكيد هيكون محتاج خدمة صحية صحيح بحيث برضو نشوف الأقل سكان هيكونوا محتاجين خدمة أقل الأكثر محتاجين صح من السنة جاية في محافظات الحد ما وصلت للاكتباع في تح زي مثلا السويس زي الإسماعيلية أي زي بورسعيد بعض المحافظات خلاص وصلنا للفول كباستي بتاعتها وبالتالي بقيتش محتاج أن أنا أحط فيها مستشفات تانية فابتدي أحول جزء من السمارة على المحافظات التانية اللي هي لسه محتاجين أصبط فيها المعيار الصورة الحلوة دي لكلها سعادة أي سبب السعادة هنا هو دي منظومة مجلس الوزراء يعني مشكورا عامل منظومة لمتابعة المشروعات برضو ده جزء كبير جدا من الدعا والتحاول الرقمي في الدولة المصرية إن دي المنظومة الخاصة في مجلس الوزراء اللي كل الوزراء بيتم اتابع لها عشان كده وحرك احنا مشروعاتنا كلها موجودة على المنظومة بنحدثها وبنشتغل فيها من خلال المنظومة عشان كده أقدر أخش في أي وقت لو عملنا بس سكرول لبعض السلايدز بين المنظومة هنبين إن احنا عندنا زي محرك شايفة كل النقطة دي معناها مشروعات مفتوحة يعني أنا أقدر أنا كمواطن أدخل على المنظومة وشوف أنتوا بتعملوا إيه كمواطن إحنا بنعمل تقارير خاص بالإنجازات والقصة دي لكن دي خاصة بالورك دي يعني العمل اليومي لإن ساعات إحنا بيبقى في مشكلة في مشروع طب عزين نشوف المشروع ده اتأخر ليه المشروع ده محتاج دعم مالي المشروع ده محتاج فتشوفوا على طول المعلومات بتاعته يبين بالضبط كده المشروعات دي عاملة إزاي وده زي محرك شايفة متغطي في كل المحافظات دي اللي هما الـ 1125 مشروع في 27 محافظة بالمراكس أنا عجبني هنا كمان توزيع حالة المشروعات على المراحل يعني المشروع ماشي بسرعة متعطل واقف في مشاكل هي دي بيزي التحول عشان كده جزء من قطاع المشروعات القومية في زارة الصحة بقى متحولي رقمية إن أنا لازم عندي منظومة أتابع بها المشروعات طبعا إحنا بنبني هذه المنظومة يعني المنظومة دي دايما في تحديث ومتوقع لغاية 36 جاي يكون شكل داش بورد متكاملة لحتى الشغل على الأرض بمتابعة البرامج الزمنية للمشروعات أكيد هذي مشح الجراف ده لأنه مهم دي هي توزيع الأقليم زي ما حال شايف إحنا مصر دايما فيها سبع أقليم خلينا نقول مثلا تكلفة المخططة لقطاعات على الأقليم ده بيبني طبعا هنا توزيع الأقليم لشكل المشروعات هنا بيبني العدد وهنا بيبني الفلوس هنا بيبني حالة المشروع ما بين متكلف ومنصرف هنا بيبني إذا كان التنفيذ أو البدء أو الإغلاق أو المشروع بيتحد حتى لو مشروع لسه فكرة تصميمية ببتدى حطه على المنظومة فبالتالي بقول حركة المنظومة دي ربطت كل المشروعات القومية صحيح أنا حابب بس أن نبص على شكل صور لبعض المشروعات موجودة في السلايدز اللي بعد كده نعدي بقية المشروعات هنشوف اللي بعده بعد كده دي توزيع المشروعات على المحافظات نفس زي ما عارك مش تلاقي الحافظة ما فيهاش مشروعات خلص ما إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا 27 محافظة والمشروعات موجودة في 27 محافظة تمام فيه صور بس وفيه لبعض المشروعات أستاذ أحرك فيه خلينا نرجع تاني بس حسأل سؤال بس أسأل مخرجنا نرجع تاني الصورة اللي قبلها اللي قبلها يعني هنا مثلا مكتوب أخضر يبقى إذن هنا مكتمل صحيح مشروعات مكتملة معلق وليلة قوية في محافظة هنا فيه حاجة فيه مشروع واحد مثلا ممكن لسا عندي مشكلة في الأرض بتاعته وعندي مشكلة في أصفر لم يبدأ وده مش موجود الحمد لله والأزرق هو جاي اللي هو الأزرق بتاعت العمل أنا دلوقتي كوزارة بقى مجي أركز في مشروعاتي أركز خلاص الأخدر خلص يبقى عندي مشكلة واحدة في محافظة أين زحرك قلتي وعندي بعض الحاجات الجارية اللي محتاجة أخلصها قبل نهاية السنة المالية وهكذا طيب لحد المشروعات دي ما تنتهي إحنا شغالين على نفس النموذج الأولاني خالص اللي هو عندنا الطوارئ عندنا نماذج عندنا المبادرات عندنا العربيات المتنقلة يعني بنقدر نخدم الناس لحد ما ننتهي من كل هذه المشروعات صحيح ولما المشروع بيخلص هندي مثالها دلوقتي لمجبع السويس لو سلايد فيها بعض الصور للمشروعات في المحافظات عندي مجمع السويس ده خلص ده في محافظة السويس ده لسه خلصان هنسألهم لو عندهم مجمع السويس نعرف نشاهده في السلايد بالزبط كده وعندنا فيديوهات لمعهد ناصر وعندنا حاجات يعني لو نبتدي نبص عليها لأن الحاجات دي هي أدت فاليو بختلف معهد ناصر اتحول من مجرد مستشفى كبيرة حوالي 600 سرير إلى مدينة طبية صحيح فيها 1600 سرير صحيح مشروع ده الوحده داخل في حوالي 8.5 مليار جنيه ده إنشاءات فقط مشروع ده مدته 3 سنين مشروع ده هينقل معهد ناصر إلى خدمة 3 أضعاف الخدمة الحالية هركون تخيل حجم المشروع عن النفسي بس يعرضوا الفيديو بتاع دي أحد المقترحات الخاصة بيه الصحة النفسية برضو ده ملف مهم جدا في وزارة الصحة بالضبط إحنا مشغلش على العلاجي فقط أو الوقائي بس كمان الصحة النفسية وقد حيز من اهتمام الدولة فيما يتعلق بالصحة النفسية فبدأنا نفكر إن يكون عندنا مدينة طبية للصحة النفسية يبقى مش مستشفى يعني مش هيبقى في العباسية بقى بتاعة صلاح سالم موجودة وكل حاجة لكن عندنا بقى اعتنا أكبر عندنا كمان مدن طبية في بقية المحافظات عندنا مدينة طبية يبقى فيها جزء من العلاج وفي نوع جزء من الاسترخاء وجزء من العلاج النفسي وجزء كمان للسياحة العلاجية أيضا أقول حكي إن الموضوع النفسي ده يعني أقبال عليه جدا وعادي نخرج بره الإطار التقليدي اللي هي ده في السويس حضرتك ده مقترح مكانين واحد في العالمين واحد في حداء العاصمة ده مشروعات من المشروعات المستقبلية العالمين دي استشفاء أصلا من غير ما يكون في حاجة يعني بقى شخص حريك جدا لأن ده جزء من المرض النفسي جزء كبير منه هو بيبقى جزء عايز يبقى في مكان مختلف زي مكان زمان كان فيه حاجات في حلوان وحاجات كده دي هتبقى حاجات أكثر تطورة بقى أول بزب فيه بس الفيديو بتاع معهد ناصر لو نقدر نجيبه كمان لأن ده بيبقى متصور على الوضع الحالي اللي ده بقول الحاجة ده بيعتبر أكبر معهد ناصر اللي تم تحويله لمدينة طبية ده أكبر مشروع طبي يتعامل في تاريخ وزارة الصحة يعني إحنا يعني أكيد هنتبع مع حضرتك أكيد مرة تانية ولكن الحقيقة يمكن الأرقام اللي شفتها أنا بحب أتعامل دايما بالرقم بالمعلومة وأعتقد كمان إن المشاهدين بيرتاحوا لما يشوفوا مصر الآن تدار بالعلم معهد ناصر ما عندناش مشروع بهذا الحكم المشروع ده بقول حريك كان فيه ستمائة سرير النهاردة هنوصل لألف ستمائة سرير كان فيه اتنين لينير أكسيريات اللي هو معجلات الخطية لمعاجلة أهلين المرضى الأورام هيبقى فيه خمس معجلات خطية حريكة الكريمة على سكيل مختلف جدا دي صور طبيعية زي حريك شايفة فيه مباني طلعت على الأرض ده مبنى سكن الأطباء سكن الأطباء لأنهم أهم ناس لازم يكونوا صراحة كل حاجة من دول احنا عدينا مشروع لوحدة وكمان خاصة بسكن الأطباء ورفع كفاءة في كل المحافظات إننا الطبيب بالنسبة لي هو أهم أدابة والسلاح بتاعنا بالضبط عشان زي ما حريك شايف احنا المشروع النهاردة على الأرض بورجرسنج عالي جدا نسبة تنفيذه وخلال ثلاث سنين كمان هيخش والمشروع شغال يعني ده ده مش مستقبالي ده واقع ده صورة حقيقية بالضبط واحنا يعني في طلبة جامعات بيجزورونا في هذا المشروع من كمان جامعات أجنبية لأن هذا المشروع كبروجيك مارجمت من إدارة المشروعات وحجمه مش مكرر كتير في مصر لما يكون فيه مستشفى بهذا الحجم الموضوع بيبقى مختلف الانتهاء منه امتى؟ ان شاء الله خلال ثلاث سنين هيكون انتهى هيكون انتهى تمام هيكون تحول إلى المدينة الطبية المدينة الطبية المتخملة مدينة ناصر الطبية ببنى عائلات مختلف جديد ببنى جراش حتى عمل له جراش جديد عشان نستوى بالعدد بامتداد للأسرة بتاعته والعمليات والخدمات الطبية فتحت نفسنا وطمنتنا واحنا بنين هي سنة نتطمن على بلدنا ونعرف ان مشروعاتنا بخير ولسه كنت بقول الأمنيات ما بتتحققش غير بالشغل الكتير والعمل الكتير بشكرك شكرا جزيلا دكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ونتمنى لكم كل التقدم إن شاء الله وتهتموا بصحيتنا إحنا المواطنين لأنه شعبنا ده مهم جدا بنشكرك شكرا جزيلا بشكرا جزيلا شكرا لحقا حاولنا كده في التاسعة أن إحنا نعرض لكم بالصوت والصورة كل حاجة علشان تعرفوا أنه بلدنا ما بقاش فيها التطوير بالبركة أو حنعمل أو نغرس كده شجرة ونقول المشروع حيطلع أو نروح نتصور كده جنب لوحة أو صورة ده اللي انتو شفتوه دي الأرقام ده الواقع مصر بخير بإذن الله هنكمل معاكم بعد قليل وحنروح لحصاد آخر يهمكم كونوا معنا في التاسعة بعد فصل قصير